انطلق في جدة المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة تحت عنوان البحث عن آفاق جديدة في ممارسة مهنة الصيدلة والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام وينظم قسم الرعاية الصيدلية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بمحافظة جدة وذلك بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية اليوم كما ترى افتتح معي المدير العام التنفيذي الدكتور مندر الدناوي هذا المؤتمر وهو مؤتمر من المؤتمرات ذات المردود الإيجابي القوي للمجتمع اضافة يتعلق بالصيدلة وهي الافاق الجديدة في مهنة الصيدلة ولا شك ان تويعت المجتمع بمعنى تحوي كلمة مهنة الصيدلة لها هذا المردود الإيجابي والذي ان شاء الله يتكلل النتائج والتوصيات التي تنبثق من هذا الاجتماع ومن هذا المؤتمر وهو مؤتمر دولي كما ذكر اثناء الافتتاح وجود نخبة من الدول العالم من الدول الغربية ومن الدول العربية للتحدث عن الافاق الجديدة في مهنة الصيدلة والذي نتمنى ان تكون التوصيات في موقعها يهدف المؤتمر الى زيادة التبادل المعرفي بين كافة منسوب القطاعات الصحية داخل وخارج المملكة في مجالات الصيدلية المختلفة والاستفادة من الخبرات اضافة لدور الاساسي والحيوي في تقديم المعلومات الدوائية والتثقيف الدوائي للمريض مما يساهم بتقديم خدمات صيدلنية ذات جودة عالية وتحسين المخرجات الصحية للفرد والمجتمع نسعى في هذا المؤتمر الى طلوع بتوصيات مهمة لصيادلة الوطن بحيث انهم تبرز الدور الايجابي في مجالهم في مجال الرعاية الصحية من خلال اخذ الادوية بطريقة امنة وسليمة ويهدف الى اخراج واجاد مخرجات صحية ذات جودة عالية للمريض هذا المؤتمر هو احد اهم مجالات التعاون والتبادل المعرفي والعلمي في كافة القطاعات الصحية ويعتبر احد مشاركات خدمة الرعاية الصدرانية في تطوير ممارسة مينة الصيدلة بغرض رفع مستوى الرعاية الصحية فهذا السمحان الاخبارية جدا